السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتبعتلي الصفحات بتاعتها على التيك توك. بتقول لي احنا ما عندناش مشاهدات ما عندناش لايكات. بنعمل فيديوهات كتير ومش عارفين فين المشكلة. طيب في الشرح ده ان شاء الله. هعرفك ازاي تكتب عنوان. تختار الهاشتاج بتاعك. وكمان تجيب مشاهدات وتجيب لايكات بطريقة شرعية. مشاهدات حقيقية وليست مشاهدات فيك. تمام. خلونا نبدأ كده لو انت اول مرة بتشوف الفيديوهات بتاعتنا ديت يا ريت تنضم في عائلة ميدو شو. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اول حاجة احنا بنفتح حسابنا على التيك توك. مساء الحساس ده. هنعمل تخطي بس للاعلان ده. طيب احنا الوقتي هنيجي نرفع يعني هنيجي نرفع فيديو. تمام? هختار الفيديو على سبيل المثال. هعمل نيكست. هعمل كمان نيكست. هيبقى انا هنا في المكان ده عايز ايه? يعني انا بعمل مرتين نيكست او التالي وهنا في المكان ده في عنوان. العنوان ده يكون وصف صغير للفيديو. الفيديو بيتكلم عن ايه? طيب هنا في حاجتين. اول حاجة اسمها علامة وهنا لاصدقائك. طيب احنا مش هنعمل هنا. احنا هنختار بعد كتابة العنوان ده كده هيكون العنوان. طيب وبعد ما عرفنا ان احنا لازم هنا هنكتب العنوان. هنيجي جنب العنوان كده نزينه بنختار اي زي كده. هيبقى فاضل حاجتين. في حاجتين قدامك هنا حاجة اسمها الهاشتاج وفي حاجة اسمها احنا مش هنعمل دلوقتي الحاج. الا ازا لو انت عايز لصديق يعني ممكن تختار رمز وتختار اي صديق عندك هنا تعمل له منشان. طيب احنا دلوقتي عايزين نختار هاشتاج. هنيجي نكتب على علامة الهاش. هيكتب لي الهاشتاج الزوار ده او هيديني رمز الهاش ده. تمام? دي كل ديت يعني كل ده هاشتاج انا بستخدمه. طيب هو المفروض ان انت اه بتكتب الهاشتاج ده الاول مرة بتختار الهاشتاج وبيفضل متخزن عندك هنا. بيكون متخزن هنا. تمام? طيب انا هكتب الهاشتاج ازاي? هاجي مسلا اكتب مشاهير. مشاهير. وهاجي اعمل هرجع تاني عالكتابة. انا كده كتبت ايه? كتبت مشاهير مشاهير اندرسكول تيك. تمام? ظهر لي ايه بقى? ظهر لي كمية هاشتاج اقدر انشر فيهم الفيديو بتاعي. طيب. اي حاجة قدامها ام المنافسة فيها عالية جدا. ده اول نوع من اختيار الهاشتاج. اي حاجة قدامها الرمز ام ده يعني مليون. مش هقدر انشر فيه. طيب هاجي هنزل تحت كده? اي حاجة قدامها ايه? اي حاجة قدامها ايه? اقدر انفس فيها. يعني هنا مشاهير تيك توك. هنا ستمية تمانية وسبعين الف فيديو. هنا مية تمانية وخمسين الف فيديو. الهاشتاجين دولت احافظ عليهم. انا بس حاول اوضح للمشاهد ازاي تقدر تختار الهاشتاج بتاعك. اي حاجة قدامها ايه? اقدر انشر فيها. كده احنا عارفنا ازاي هنجيب الهاشتاج. ده بيتخزن عندك. يعني ده بس بتختاره اول مرة. تجيب الاي هاشتاج. سهل المنافسة فيه. كل ما كان الهاشتاج كبير كل ما فيديوهاتك هتظهر. دلوقتي انا هاجي اعمل نشر. طيب هافترض ان انا نشرت الفيديو. تمام? عشان بس وقت الفيديو. حاجي اخرج خالص. هروح لايه فيديوهات عندي? انا حاليا نشرت الفيديو. يبقى انا هعمل ايه دوري? حاجة افتح الفيديو زي كده. سلام عليكم. من علامة الرسائل ديت. هابدى اعمل هنا في علامة تحت هنا علامة هابدأ اعمل للاصدقاء عندي. اقدر اختار في كل سطر خمسة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهبدأ اعمل لهم ارسال. كده انا بمنشن لهم ان انا عملت فيديو جديد. طيب ايه تاني? حاجي. اقف على التلات نقات دول. وابعت الفيديوهات للاصدقاء عندي. طيب. كده هيبعتلي فيديو فيديو. لأ همشي باديا كده. همشي باديا كده. يعني اجيب اجيب النهاية. واعمل حاجة اسمها المزيد. المزيد. وبعدين هاتغط على كلمة متعدد. متعدد. بحيس ان انا اقدر ابعت عشر مرات الفيديو بتاعي. اهو. هختار عشرة. وهاجئ اعمل اجتمل. وعامل ارسال. الفكرة كده وضحت. اهو. هقدر ابعت لهم الفيديو ده. نعملها تاني. احنا اول حاجة قلنا. كده الهاشتاج. عفوا كده المنشن. اقدر امنشن خمسة بخمسة. تاني حاجة. ان انا اتكى على التلات نقاط. وامشي كده للاخر. اعمل المزيد. واعمل كلمة متعدد. ان انا اقدر ابعت عشرة. عشرة. عشر العشر اصدقاء من عندي. الفيديو. اتنين تلاتة اربعة. لحد ما تكتمل وتبقى عشرة. كده هي اكتمل تاها. هاجي اقول له اكتمل ارسال. هيجي بعتلي بعت الفيديو ده لعشر اصدقاء من عندي. تمام. ده كده طريقتين انك تقدر يا اما تمنشن يا اما تبعت في رسائل الصفحة. اتمنى ان يكون الشرح عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.